السلام عليكم ورؤودي و مرحبا بكم معي في وصفة اليوم اليوم ان شاء الله سنقدم لكم كيك البيسكوي او تارت البيسكوي بدون فرن بمكونات بسيطة هذا هو الشكل ديالها من بعد ما كنكون ساليت من تحضير ديالها كنتمنتنا لإعجابكم و باش تعرفوا معي طريقة تحضير معي غير تتبعوا معي الفيديو الى النهاية و دابا بسم الله على بركتي الله كنخة طنجرة كنصب فيها 600 ملي من الحليب البارد و من بعد كنضيف عليها 100 قرام من السكر الخشن او سكر سنيده يعني كاس ديالسكر سنيده و من بعد كنضيف سبع ملاعق كبار من الدقيق المخصص للحلويات كيف ما كتشوفوا معي في الشكل ديالهم يعني ملاعق كبار و من بعد كنضيف خمس ملاعق من الكاكاو المر حتى و ما تيكونوا مملوئين و كذلك كنضيف ملعقتين من النشا و من بعد كنحرك المكونات ديالي جيدا مع بعضياتهم حتى كي يعني حتى كي يتجانسوا و كي يقولي عندي واحد خليط ذو قوام متجانسة مباشرة كنوضع التنجرة ديالي فوق النار و كنبقى مع التحريك المتواصل بدون تواقف باش هكدا الكريمة ديالي ما تكورش ليا يعني سبقوا تحركوا فيها ما تغفلوش عليها من بعد كنزولها من فوق البوطة و كنضيف عليها ملعقتين من الزبدة و كذلك ملعقتين من الكوك أي جوز الهند المبشور كنضيفهم على الخليط ديالي الأول و كذلك ملعقة صغيرة من الفانيليا سائل الفانيليا لما كاش متوفر يمكن لكم ديرو خنيشة ديالسكر فانيليا و من بعد كنحرك المكونات ديالي جيدا و مباشرة تاني فوق النار باش هكدا ديك المكونات ديالي كلها كتجزلية جيدا ما بعضياتها و كتولي خاطر كيف ما كتشوفه معي كتولي عنده واحد شكل كريمي من بعد كنزول القريمة ديالي من فوق البوطة و كنجيب واحد الإطار او لمول ديال الزاج على اي حاجة بغتو تدروه فانتو مالمونتج على حسب دكشين مطفر عندكم مثلا إلا استعملتم مول ديال الزاج يمكن لكم تغطيوه بالبلاستيك الغيدائي نضيف ركش لمطقت البستكوي بال stamين اضع الطبقة تانية اضع الطبقة تانية التانية و الكريمة وال advertising التابق التالي تحت تكون من جد طبيقة اضع Blaz و من بعد نضع في الحلقة كليمة هكده قم سعبة تطبيقIES اخرى كريمة من بعد كنحاول نحرك الملدية على هاد الشكل باشا كده كنحصل على واحد شكل مقاد من بعد كنحط الطارت ديالي في الفورم عفوا في التلاجة مدة ثلاث ساعات حتى كنت تمسك لي الكريمة مع بعضياتها كنحضر واحد قناش ديال الشوكولاتة البيضة من قليل من الشوكولاتة البيضة وقليل من القشدة السائلة او الكريمة السائلة كان وضعها كطبقة اولى وتيكون عندي ايضا القليل من القناش ديال الشوكولاتة السودة كان وضع دوائر كيفما كتشوفو معايا في الفيديو ومن بعد كنبدأ كنزين على هاد الشكل باشا الشكل ديال ملثوي لمهم الشكل كيبقى تزين اختياري كل سيدة والابداع دياله انا مجرد فكرة تشاركتها معاكم هاكدا كتصبح الطارت ديالي جاهزة كنتمنتنا الاعجابكم وتجربوها وتشاركوها مع اصدقائكم باشا كده تعمل فائدة اكتر اشتركوا في القناة